سلام عليكم ورحمة الله برحب بالجميع في كل مكان اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات كولكشن برحب بكل متابع القناة النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنتبق مع بعض طاقية سلاوتشي اه زي ما احنا شايفين قد ايه ببطرون حلو قوي هندخل فيها غرزة سنابل الامح المجسمة والغرزة دي كنا شرحناها مع بعض قبل كده في فيديو منفصل اذا حابت شو فيها اه ممكن تطبقي من خلالها سكار فيلي على السلاوتشي اللي هنشتغلها النهاردة هسيب لك اللينك متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس وكمان طريق الشرح الغرزة نفسها على الشكل الاساسي هيظهر لك على نهاية الفيديو زي ما احنا شايفين قد ايه بطرون حلو اتمنى يعجبكم وقبل ما نشوف بطرون النهاردة خليني اذكر كل حبيبي واصدقائي اننا فعلا اشتغلنا موديلات وبطرونات مختلفة من الطوائي والاسكارفات فاذا ما شفتهاش معايا او بتتبعيني لاول مرة وحابة تتبعي اي بطرون منهم هسيب لك اللينك الرئيسي اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس من خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتبعي كل الاشغال والتطبيقات اللي اشتغلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لبطرون النهاردة هدوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بلونين مختلفين وهشتغل عليهم بابرة رقم 4 مليمتر هحتاج لابرة التنظيف والمقص اول خطوة هبتدي اعملها هشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي هسحب من الخيط 1-2 وشد طرف الخيط علشان تعمل الطاقية اللي هنعملها لأي سن والأي مقاس هتشتغلي سطر البداية على مضاعفات العدد رقم 7 طبعا بنشتغل سلسلة البداية لحد ما تلف على الرأس يعني بقياس دوران الرأس ممكن كمان تخذي بالمزورة أو أي وحدة قياس بالسنتيمتر بتلف عليها على الرأس وبتخذي الدوران بتاعها الرقم اللي بيتلع عندك بنشتغل عليه سلسلة البداية بس أخلي بالي عشان نشتغل الورزة اللي هنشتغلها هنشتغل من مضاعفات العدد 7 وده معناه انه هسحب من الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة وعده 1-2-3-4-5-6-7 وهقرر بنفس الطريقة 1-2-3-4-5-6-7 وهقرر 7 سلاسل في 7 سلاسل لحد ما جيب دوران الرأس اللي بشتغل عليه زي ما احنا شايفين من مضاعفات العدد 7 اللي حابب يشتغل معايا نفس الإياس أنا هشتغل مقاس بالغ يعني هشتغل بمقاس كبير يلبس من 15 سنة وطلع اشتغلت بـ 63 جرزة سلسلة 63 جرزة سلسلة بعد كده لما بتوصلي على الدوران المناسب يعني اشتغلت السطر بتاعك وقسي على الرأس دوران الرأس بالشكل ده كده تلعبي إياس مناسب بعد كده هبتدي أعمل إيه؟ هاجي على السطر وهمشي على السلاسل بتاعتي كده أتأكد إنها على اتجاه واحد وهروح على أول غرزة اشتغلتها وهدخل بالشكل ده كده اشتغل غرزة منزلقة عشان يبقى عندي دايرة مغلقة هدخل جوه أول دايرة أو أول غرزة هسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة زي ما احنا شايفين أصبح عندي دايرة مغلقة هبتدي أشتغل عليها السطر بتاعي من مكان ما احنا موجودين هنا هرتفع به تلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم بيحلوا محل أول غرزة وأول عمود بلفة وبعد كده هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل غرزة عمود بلفة العمود العادي لهو تلات حلقات وبسحبه حلقتين فحلقتين وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها نفس العمود هلف الخيط على الإبرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور هدخل أسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي حلقتين فحلقتين وهكذا هلف الخيط على الإبرة لغرزة اللي بعدها عمود بلفة وعلى مدار الدور كله بالحد النهاية هكرر بغرزة واحدة فوق كل غرزة اتغلت غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة وصلت على نهاية الدور في النهاية هقفل الراوند في سلاسل الارتفاع اللي على البداية على ثالث سلسلة بالشكل ده كده هدخل بس أنا عشان هشتغل من لون مختلف هسحب لون جديد في المنزلقة اللي هقفل بها الدور إذا حاب تكملي من نفس اللون يبقى تمام هتقفلي واتكملي معايا الخطوات اللي جاية أنا بالنسبالي هنا على المنزلقة هسحب لون جديد واطلع من المنزلقة بالشكل ده كده وهفصل اللون اللي كنت بشتغل منه هرتفع بعد كده على الدور اللي جاي بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاعتبرهم بيحلوا محل أول غرزة أو أول عمود وهلف الخيط على الإبرة العمود اللي جاي على طول وعليه الدور هدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب واشتغل من نفس العمود حلقتين في حلقتين وهكرر على الغرزتين اللي جايين هلف الخيط على الإبرة الغرزة اللي جاي برضو في حلقتين الغرزة وهسحب من نفس العمود كده رقم تلاتة هلف الخيط وهاشتغل الغرزة اللي بعدها رقم أربعة يبقى انا اشتغلت من بداية الدور اربع غرز اشتغلت على كل غرزة منهم غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده لانه بحسب الارتفاع او العمود منه تمام تلوتي هعمل ايه هلف الخيط على الابرة وهفوت الغرزة اللي جاية وعليها الدور وهشتغل على الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة بفو مقونا من 3 لفات فهلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده وهفوت الغرزة اللي جاية وهدخل على اللي بعدها برضو في حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب الخيط وارتفع تمام دي كده تعتبر اول لفة هحتفظ بيها على الابرة هلف الخيط على الابرة وفي نفس الغرزة هدخل اسحب الخيط وارتفع كده اللفة التانية هلف الخيط وادخل واسحب وارتفع كده اللفة التالتة هيكون معايا مجموع حلقات على الابرة بعد تالت لفة ليه غرزة البف بالشكل ده كده هسحب الخيط واطلع من كل الحلقات اللي معاي وقفل على الغرزة بسلسلة يبقى انا كده كون تأول غرزة باف وعشان أكون غرزة سنابل الامح جوه نفس الغرزة هي هي هرجع أكون نفس غرزة الباف مرة تانية مكونة من ثلاث لفيات فهلف الخيط على الابرة وعلى نفس الغرزة هي هي هدخل أصحب الخيط وهكرر بERTفع و nigga بحتفظ بكل اللفيات على الإبرة C 거지 اللفة الأولى herلف الخيط ودخل واسحب وارتفع اللفة التانية هلف الخيط وادخل واسحب وارتفع اللفة التالتة بعد تالت لفة بالشكل ده كده هسحب واطلع من كل الحلقات اللي على الابرة واقفل على الغرزة بالسلسلة زي ما احنا شايفين كونت غرزتين بف على نفس الغرزة دلوقتي هكمل الدور بنفس الطريقة وبنفس التكرار باشتغل اربع اعمدة بعد كده بفاود غرزة باشتغل على اللي بعدها غرزتين بف وبعد كده بفاود غرزة وكمل بنفس التسلسل يبقى هلف الخيط على الابرة هشتغل دلوقتي الاربع اعمدة منساش انه قبل غرزتين البف بفوت غرزة قبل وغرزة بعد تمام يبقى انا هفوت الغرزة اللي جاي وعليها الدور وهاشتغل بدءا من الغرزة اللي بعدها على طول اول عمود من الاربعة طبعا العمود العادي حلقتين فحلقتين ده كده اول عمود هلف الخيط على الغرزة اللي بعدها من نفس العمود اتنين الغرزة اللي بعدها تلاتة اللي بعدها اربعة يبا انا اشتغلت برضو أربع عامدة زي ما عملت على البداية شايفين معايا بعد كده هبتدي أكون نفس غرزة البف بلف الخيط على الإبرة بعد العمود رقم أربعة كده هفوت غرزة وعلى الغرزة اللي بعدها بدخل في حلقتين الغرزة أسحب الخيط وارتفع دي كده أول لفة هلف الخيط وهدخل على نفس المكان أسحب الخيط اللفة التانية هلف الخيط وادخل على نفس المكان اللفة التالتة بعد ثالث لفة لغرزة البوف باسحب كل الحلقات واخرج منها وبعدين باقفل على الغرزة بسلسلة وهقرر على نفس الغرزة هي هي نفس غرزة البوف مقوانة من ثلاث لفات ادي اللفة الاولى هسحب وارتفع اللفة التانية واللفة التالتة والاخيرة بعد ثالث لفة بالشكل ده كده هطلع من كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة شايفين بنفس التكرار وهنمشي على الدور كله لحد ما نوصل على البداية بتاعتنا مرة تانية بلف الخيط بعد غرزتين البف كده هسيب غرزة والغرزة اللي بعدها هبتدي اشتغل الاربع عميدة اللي ورا بعض ادي واحد اتنين تلاتة اربع بالشكل ده كده وهقرر غرزتين البف هسيب الغرزة اللي جاية وعليها الدور والغرزة اللي بعدها ادي واحد اتنين تلاتة تلات 눌러فات لغرزة البف وهخرج منهم كلهم واقفل على الغرزة بسلسلة بعد كده هشتغل على نفس المكان نفس غرزة البف ادي لفة التانية التالتة وهسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة بنفس التكرار وبنفس التسلسل كده والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور بنفس طريقة العمل هتلاقي نفسك في النهاية اشتغلت اخر غرزتين بف على مكانهم وهيتبقى معاك على الدور غرزة واحدة بنفس التسلسل هنفوت الغرزة دي اللي بعد البوف وهنيجي على سلاسل الارتفاع على السلسلة رقم ثلاثة ونقف المنزلقة وننهي الراون نفس السطر اللي احنا اشتغلناه مع بعض ده هنقرره مرة تانية بنشتغل فوق كل عمود عمود بلفة وغرزتين البوف في مكانهم بنشتغلهم المرة دي على منتصف غرزتين البوف تمام فعلى البداية كده المفروض ان انا وقف على اول عمود اللي هو الارتفاع فبنفس الطريقة كده هعمل ايه هرتفع بثلاث سلاسل ودول بيعبروا معايا عن اول عمود بلفة هلف الخيط وعلى الثلاثة اعمدة اللي جاية على كل عمود بدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم وبسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي بشكل طبيعي حلقتين في حلقتين كده العمود رقم اتنين هلف الخيط وهاشتغل على العمود اللي بعده ثلاثة العمود اللي بعده اربع بالشكل ده كده بقى اشتغلت على الاربع عمدة اللي معايا ودلوقت عندي ورزة البوف ورزتين البوف هشتغل على المنتصف نفس ورزتين البوف مش هغير اي حاجة هشتغلهم على الفراغ اللي في النص كده فاسحب الخيط واي حاجة هفوتها مش هشتغل عليها باشتغل على الاربع عمدة اللي ما بين البوف بس تمام فهلف الخيط وهروح مباشرة على منتصف ورزتين البوف على الفراغ كده واسحب الخيط واشتغل من ورزتين البوف نفسه ماذا اشتغلناهم تلات لفات كده اللفة الاولى هلف الخيط وانزل على نفس المكان اللفة التانية هلف الخيط اللفة التالتة بعد تالت لفة كده هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة وهكرر غرزة البوف التانية هلف الخيط هسحب في نفس المكان ادي اللفة الاولى اللفة التانية واللفة التالتة بعد تالت لفة بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات واخرج منها واقفل على الغرزة بسلسلة زي ما احنا شايفين انا قررت من نفس غرزتين البوف هما هما على المنتصف وهكمل شغلي بشكل طبيعي خالص والحد النهاية زي ما احنا شايفين كده هلف الخيط معي اربع عمدة بعد كده على كل عمود واتأكد اني بخش بحلقتين الغرزة بشكل سليم على كل عمود هسحب عمود بلفة ادي واحد العمود اللي بعده اتنين تلاتة اربع شايفين فوق كل عمود من اللي اربعة اشتغلت عمود بلفة ووصلت على غرزة البوف هكرر على المنتصف وهكرر من نفس غرزتين البوف بلف الخيط وهدخل على الفراغ اللي في النصف هسحب وارتفع كده اللفة الاولى هلف الخيط واطلع وارتفع كده اللفة التانية بلف الخيط وادخل وارتفع اللفة التالتة بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة كده اللفة الاولى بلف وادخل اللفة التانية هلف وادخل واسحب اللفة التالتة بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة دي ما احنا شايفين هو تكرار سهل جدا وهبتدي اقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة كل عمود بلفة بيقابلني بشتغل فوق عمود بلفة ولما بيقابلني غرزة البوف بشتغل على المنتصف من نفس غرزتين البوف كده هكرر والحد نهاية الدور بالتكرار ووصلت على نهاية الدور في النهاية بنقفل منزلقة عادي في سلاسل الارتفاع على تالت سلسلة وننهي الراوند نفس الدور ده هو اللي هنقرره على مدار السطور اللي جاية انا بنسبالي هرتفع من نفس الدور كده عشر سطور هرتفع عشر سطور لاني هشتغل طاقية متهدلة او عليها وسع من الخلف اذا حابة تكون طاقية عادية خالص بنفس حجم الرأس هترتفع سبع سطور وبس من نفس السطر هو هو بنبتدي نقرر مرة تانية بنفس الطريقة بنيجي هنا نقفل منزلقة نرتفع بتلت سلاسل الارتفاع ده بيحل محل اول عمود تحت وبعد كده بنكمل الاربع عميدة بنشتغل على التلت عميدة اللي بعد الارتفاع على طول ادي العمود الاول العمود التاني والعمود التالت مع الارتفاع يبقى انا اشتغلت على الاربع عميدة السبتين معايا زي ما احنا شايفين مع بعض كده بعد كده على منتصف كل غرزة بوف بتقابلني على الفراغ وهبتدي اقرر من نفس غرزتين البوف ادي اللفة الاولى اللفة التانية واللفة التالتة كل غرزة بوف فيهم بتتكون من ثلاث لفات بعد ثالث لفة بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات واخرج منهم واقفل على الغرزة بسلسلة هقرر مرة تانية في نفس المكان الغرزة البوف رقم اتنين ادي واحد اتنين تلاتة وبنفس الطريقة هخرج من كل الحلقات بعد ثالث لفة وهقفل على الغرزة بسلسلة شايفين هو بنفس التكرار وهنفضل نرتفع زي ما قلتلكم اللي هيشتغل معايا طائية متهدلة وعليها وسعة من الخلف هيرتفع عشر سطور اشتغلنا منهم سطرين انا هرتفع بكمان تمن سطور اذا حبيها تكون طائية عادية بنفس حجم الرأس يبقى هترتفع سبع سطور من نفس الدور برضو بيحسب منهم الدورين اللي احنا اشتغلناهم مع بعض ونرتفع ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي ارتفعت بي عشر سطور زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي على سطر رقم 11 هنبتدي نعمل تناقص فمن مكان ما احنا موجودين هنا كده هرتفع بيه تلاتة سلسلة 1 2 3 المفروض ان ده بيحل محل اول عمود دلوقتي هنعمل تناقص على العمودين اللي في النص كان عندي اربع عمدة بشتغلهم من بداية الباترون هبتدي اعمل تناقص على العمودين اللي في النص واجمعهم في عمود واحد بشتغل ارتفاع بيحسب على اول عمود وهشتغل على العمود الاخير من الاربعة برضو عمود لكن العمودين اللي في النص بنبتدي نعمل فيهم تناقص هلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده هدخل على العمود اللي عليه الدور اللي هو رقم 2 هسحب الخيط وهشتغل من العمود معايا تلات حلقات هشتغل منه حلقتين وبس اما الحلقتين الباقين هحتفظ بيهم على الابرة وهلف الخيط هشتغل على العمود رقم 3 برضو في حلقتين الغرزة بشكل سليم هسحب الخيط وهشتغل من العمود ده حلقتين وبس هيتبقى معايا من العمودين اللي اشتغلتوهم تلات حلقات باسحبهم في حلقة واحدة بالشكل ده كده ابقى عملت تناقص على رقم 2 و 3 على الرقم 4 هشتغل بشكل طبيعي باشتغل العمود بلف حلقتين فحلقتين وده التناقص بتاعي اللي هيبقى على مدار الدور كله باشتغل على اول عمود شكل عادي على اخر عمود بشكل عادي اما العمودين اللي في النص بجمعهم في عمود واحد هقرر بنفس الطريقة اما البوف باشتغلها زي ما هي بدون اي تغيير باجي على المنتصف كل ما تقابلني كده على المنتصف في مكان غرزة البوف عادي جدا هاخد ادي اول لفة التانية والتالتة بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات واقفل عليها بالسلسلة دي كده اول بوف معايا هلف القيط واشتغل البوف رقم 2 واحد اتنين 3 هسحبهم كلهم واقفل على الغرزة بسلسلة اصبح انا على غرزة البوف ما بغيرش اي حاجة باشتغل بنفس الطريقة على المنتصف هي هي الغرزة تمام كل شغلي على الاربع عمودة باشتغل على العمود اللي عادي اللي جاي اهو باشتغل عمود بلفة حلقتين فحلقتين اما العمودين اللي في النص بعمل عليهم تناقص هلف الخيط على الابرة العمود اللي جايه عليه الدور هسحب الخيط واشتغل من الثلاث حلقات حلقتين وبس هلف الخيط مرة تانية وعلى العمود اللي جايوا عليه الدور هسحب الخيط وبرده هشتغل من العمود حلقتين وبس بيتبقى معايا من العمودين اللي اشتغلتهم 3 حلقات بالشكل اللي احنا شايفين وكده هسحبهم في حلقة واحدة وبكده ابقى عملت تناقص على العمودين مع بعض دلوقتي على العمود رقم 4 هشتغل بشكل طبيعي خالص واشتغل عمود كامل هسحبه حلقتين فحلقتين اصبح الثلاث اعمدة اللي كنتو باشتغلهم بقوا معايا 3 غرز 1 2 3 تمام هقرر كده على مدار الدور كله بنفس الطريقة على منتصف كل غرزة بفة هشتغل من نفس غرزة البف وهاجي على الاربع اعمدة باشتغل على الاول عمود على الرابع عمود اما التاني والتالت بجمعهم في غرزة واحدة زي ما شفتي معايا كده هقرر والحد نهاية الدور صلت على النهاية بنفس التناقص كده هبتدي دلوقتي اقفل منزلقة على تالت سلسلة بشكل طبيعي واه هقفل الراوند دلوقتي هرتفع للدور الجديد واحد اتنين تلاتة وده بيحل محل اول عمود بعد كده هلاقي معايا غرزتين اصبح معايا تلات غرز على الاعمدة مش اربعة تمام هبشتغل على اول عمود بشكل عادي اللي هو بيمثل الارتفاع وعلى عمودين اللي بعد كده هشتغل تناقص اللي اشتغلته على الدور السابق فهليف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور هدخل اصحب العمود بتاعي معايا تلات حلقات هسحب حلقتين وبس اما الحلقتين البقين معي على الابرة هليف الخيط واشتغل العمود التالت والاخير هسحب منه برضو العمود واسحب حلقتين وبس بيتبقى معي من العمودين كده تلات حلقات بخرج منهم كلهم وبكده ابقى جماعة العمودين مع بعض اصبح عندي غرزتين ادي غرزة والتانية تمام اصبح التلات اعمدة اللي كانوا معي عمودين وهكمل الدور بنفس الطريقة غرزة البف هي هي نفس غرزة البف هاجي على المنتصف واشتغل نفس الغرزتين ادي تلات لفات هسحب كل الحلقات وقفل بسلسلة واشتغل البف رقم اتنين واحد اتنين تلات لفات وهسحب كل الحلقات وقفل بسلسلة نفس الغرزة هي هي اما على الاعمدة زي ما احنا شايفين مع بعض عندي تلات غرز اللي هم الاعمدة اللي معايا هشتغل على اول عمود منهم بشكل طبيعي في حلقتين الغرزة عمود بلفة هشتغله كامل حلقتين فحلقتين اما العمودين اللي بقين او الغرزتين اللي بقين بعمل فيهم تناقص هلف الخيط واشتغل العمود اللي جاي بسحب العمود وهاشتغل منه حلقتين وبس حلقتين البقين معايا هلف الخيط على الابرة واشتغل على العمود التاني بنفس الطريقة برضو هسحب حلقتين وبس بيتبقى معايا ثلاث حلقات هسحبهم في حلقة واحدة هكمل بنفس الطريقة كده باشتغل على البف في منتصف البف من نفس البف اما على الغرز الاعمدة اللي معايا بشتغل على اول عمود عمود كامل حلقتين فحلقتين اما العمودين اللي بعد كده بشتغلهم تناقص زي ما شفتي معايا هشتغل وكمل ليه اخر ادور وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين اصبحت الطائية بتتديق معانا ازاي على النهاية بعد اخر غرزة بف بشكل طبيعي خالص هقفل على الغرزة البداية يعتبر غرزة البداية هي عمود واحد وعلشان كده على طب الغرزة نفسها كده هقفل الغرزة بتاعتي هدخل فوق العمود مش فوق الارتفاع بقى فوق العمود لانه الارتفاع كان يعني معمول تناقص مع اول غرزة تمام بالشكل ده كده وبعد كده هرتفع من مكان ما احنا موجودين بتلاتة غرزة سلسلة وده يعتبر معايا عمود واحد مش هشتغل تاني على الغرزة دي هعوض بيها بعمود واحد ما بين غرز البف شايفين غرزة البف بشتغلها في مكانها لكن هاجي على الغرزة اللي في النص هنا هي غرزة مجمعة وهشتغل عمود واحد وبس هاجي على البف واشتغل البف بتاعي بشكل طبيعي على المنتصف هسحب تلات لفات ليه اول غرزة بالشكل ده كده واقفل على الغرزة بسلسلة ثم البف التانية بنفس الطريقة ادي تلات لفات هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة نفس الغرزة ما بنغيرش على البف اي حاجة هيك على الغرزة المجمعة عندي هنا وفوق في طب الغرزة دي هشتغل عمود واحد وبس المرة دي هشتغل عمود كامل حلقتين فحلقتين وهقرر بنفس الطريقة على منتصف البف من نفس البف ادي آآ البف رقم واحد وبعدين هلف الخيط والبف رقم اتنين تلات لفات وهسحبهم واقفل على الغرزة بسلسلة اشتغلت البف هاجي على الغرزة المجمعة دي واشتغل عليها غرزة عمود وبس عمود كامل هشتغلو حلقتين فحلقتين وهقرر بنفس الطريقة عمود واحد وغرزة البف والحد ما وصل على بداية الدور مرة على نهاية الدور بالشكل ده كده دلوقت سي هاجي في النهاية هاجي على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية واقفل غرزة منزلقة اللي هي تعتبر اول عمود معايا بالشكل ده كده هقفل ابقى قفلت الراوند عشان ارتفع على الدور الجديد ويكون ارتفاعي سليم خلاص انا مش هشتغل على الاعمدة من جديد لا هسيب العمود وهشتغل منزلقة على اول بف بتقابلني ثم منزلقة على منتصف غرزة البف يبا انا اشتغلت منزلقة في منزلقة لحد ما وصلت على منتصف اول غرزة بف معايا عشان على الدور ده هنشتغل غرز البف وبس اما العمود اللي في النص كده مش هنشتغل عليه خلص تمام فهاجي دلوقتي ارتفع من مكان ما احنا موجودين شوية بالابرة كده عشان هشتغل اول غرزة هلف الخيط وهشتغل ادي اللفة الاولى اللفة التانية واللفة التالتة زي ما احنا شايفين هي نفس غرزة البف هخرج من كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة هقرر في نفس المكان بالغرزة التانية ادي اه تلات لفات واقفل على الغرزة بسلسلة ابقى اشتغلت غرزتين البف وده كده بداية الدور بتاعي شايفين احنا مشتغلناش على العمود تمام هاجي اعمل اي دلوقتي هلف الخيط على الابرة وهتجاهل العمود اللي جاي والغرزة اللي جاية مش هشتغل عليها هفويتها واشتغل مباشرة على منتصف غرزة البف على الدور كله هشتغل بنفس الطريقة بروح بس على منتصف غرزة البف واكون نفس غرزتين البف اللي باشتغلهم تلات لفات هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة وفي نفس المكان ارجع به كمان غرزة بف بالشكل ده كده تمام واشتغلت على غرزة البف وهكرر بفوت العمود واشتغل بس على منتصف غرزة كل بف هيقابلني كده والحادة ما اوصل على بداية الدور بتاعي مرة تاني قلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين كانت تناقص بتاعنا على النهاية كده ان احنا بنشتغل على غرز البف وبس اما الغرز اللي في النص تجلناها خالص وما اشتغلناش عليها على مدار الدور كله بعد اخر غرزة بف بنشتغلها كده هنيجي نقفل منزلقة فين هنقفله على منتصف اول غرزة بف اشتغلناها فهاجي على المنتصف بالشكل ده كده واقفل المنزلقة بتاعتي وانهي الراوند على الدور الجديد انا كده يعتبر على منتصف غرزة البف فهرتفع بشكل طبيعي واشتغل نفس غرزة البف هلف الخيط على الابرة وهدخل على نفس المكان باسحب ثلاث لفات ادي اللفة الاولى الثانية والثالثة بعد ثلاث لفات هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزة بسلسلة المرة دي مش هشتغل غرزتين جوه غرزة البف وده التناقص بتاعي على الدور ده هشتغل غرزة بف واحدة وبس على كل منتصف غرزتين كنت باشتغله فمن الغرزة اللي اشتغلتها كده هلف الخيط على الابرة واروح على الغرزة اللي بعدها على طول في مكان البف بشكل طبيعي وهسحب غرزة واحدة بس هلف الخيط ادي اللفة الاولى الثانية الثالثة وهسحبهم كلهم كالعالة واقفل على الغرزة بسلسلة بدل ما كنتو باشتغلهم غرزتين بقيت اشتغلهم غرزة واحدة وهقرر على منتصف البف اللي جاي بنفس الطريقة ادي لفة الثانية والثالثة وهسحب كل الحلقات اللي موجودة معايا واقفل على الغرزة بسلسلة وهقرر كده ولحد نهاية الدور على منتصف كل غرزة بف كنت باشتغلها بشكل مزوج كده باشتغل غرزة واحدة وبس ولحد نهاية الدور على نهاية الدور زي ما احنا شايفين قد ايه الطقية بقت اه يعني اه اه ضمت معايا شايفين كده اه دلوقتي على نهاية الدور بعد ما اشتغلت على منتصف اخر غرزة بف اشتغلت غرزة واحدة اه زي ما باشتغل على الدور كله هاجي بقى اقفل على طب اول غرزة بف اشتغلتها شايفين اول غرزة اشتغلناها على الدور هاقفل فوقها كده في طب الغرزة غرزة منزلقة وهاخد سلسلة تأمين هرفع الخيط واقصه وخلي الخيط ده بزيادة شوية يكون خيط تطويلة لانه هكمل بيه افل اه الا طائية اشان نكمل افل باقي الطائية الجزء المفتوح عندنا بنلضم النهاية اللي احنا سبناها فيه ابرة التنظيف بالشكل ده كده وهاجي بقى على اه الغرز اللي موجودة معايا وهالف بسراجع ده شايفين هخرج من قبل الغرزة واخرج من وادخل من بعض الغرزة اللي بعدها وهكذا هلف على الدايرة كلها لحد اما اوصل على البداية بتاعتي مرة تاني رايح جاي كده بالغرز جوه وبرا بشكل داير بالشكل ده كده خلي بالي ان انا بخش من جوه الغرزة تمام اللي هما المفروض مكان الغرزة اللي كنا بنشتغل بها بابرة الكروشيه حلقتين الغرزة بشكل سليم شايفين كده تمام لما بوصل على البداية بتاعتي اه واكون وصلت على بداية الدايرة مرة تانية شايفين دي اخر غرزة بالنسبالي هضم الخيط وشده بالشكل ده كده تبقى اغلقت معايا بالكامل شايفين الدايرة اتقفلت معايا وهبتدي ان انا كل اللي عمله اني هاخد غرزتين تسبيت علشان اغلق الدايرة بشكل مزبوط بالشكل ده كده وبعد ما اخدت غرزتين تسبيت وقفلت الدايرة كويس هبتدي ان انا ادخل الخيط جوه الطائية من الداخل من المنتصف كده هاخد الخيط لجوه وهخفي الزيادة بالمرة شايفين على الغرز بتاعتي هاخد برضو غرزتين تسبيت جوه الطائية انا كده اعتبر جوه الطائية من جوه تمام هياخد غرزتين تسبيت زي ما اخدت كده من برا وبعد كده هدخل الخيط بتاعي شوية على الغرز اللي موجودة معايا وهتخلص من زيادة الخيط وقصة كل الزوائد اللي موجودة معايا على القطعة لو معايا زوائد من الخيط زي البداية كده هلضمها في ابرة التنظيف وهاخفيها بنفس الطريقة افت زوائد الخيط واصبحت القطعة جهزة معايا على الاستخدام شايفين قد ايه الباترون حلوة اوي في اللبس يعني بجد من الغرز القيمة غرز السنابل الامح غرزة حلوة اوي للتطبيقات الشتوية طبعا تقدري تضيفلها للتزيين كرة للفارو او البمبون زي ما تحبي اتمنى تكون تطبيق النهاردة كان مفيد وعجبكم وياريت كل الاستفاد ما اعمل لي لايك ازا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سابسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن وفعلوا شارط الجرز يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة